رغم كل شيء كل عام غزة بخير في سؤال في المجتمع الإسرائيلي الآن يعود من جديد ماذا نفعل في غزة؟ عن ماذا نبحث في غزة؟ مع كل بوم جديدة تأتي وبما أنه لا يوجد لا قضاء على حماس ولا سنوار ولا محمد ضيف وهذه الأخبار وجدنا نفك هنا وجدنا نفك هناك أصبحت قليلة صراحة إذا أجت يعني إذا كانت لم تعد مثيرة بالمقابل أحد عشر جنديا قتلوا منذ الأمس حتى الآن في إسرائيل منذ عملية مثلا منذ عملية إخراج الأربع رهائن تذكرون إياها عدد الجنود الذين قتلوا منذ حينها حتى الآن حوالي عشرين صحيح عدد الشهداء في غزة حوالي خمسمية منذ الأربع حتى الآن ولكن بالنسبة للإسرائيليين ماذا نعني أننا نقتل المئات في غزة ولا نصل إلى مكان بل أبنائنا يقتلون وجنازات على طول البلاد وكل إن شاب صغار نقص في كيادات في حزب الله تمام ولكن الشمال ما زال يحترق بل ووتيرة الصواريخ كلما قتلنا أكثر من حزب الله تزداد على إسرائيل ما فوق الخسائر إلا خسائر إذن لماذا نحن في غزة؟ في كاتب اسمه أرييل هوفمان كتب اليوم في صحيفة يدعوت يقول كم هو فضيع استيعاب خبر مقتل ثمانية جنود في الجيش أمس طبعا ما كان يش يعرف عن الثلاثة الثانيين يعني يقول بحر من الكلمات لا يشرح الشعور بالرعب الشعور بالاختناق الشعور بالحسرة ومجموعة جنود تم شطبها جديدة من لائحة القوة البشرية لوحدتهم من لائحة القوة البشرية للدولة بيأكملها أكثر من ذلك يقول لأهاليهم وليس أقل صعوبة أن نسأل ما الفائدة يسأل عن الجدوى يقول نحن نراوح مكاننا هذا السؤال حسب المقال ليس مطروحا فقط في وسائل الإعلام بل أيضا على أعلى مستويات الجيش يسألون ما الذي نفعله بالضبط ينقل الكاتب عن ضابط كبير في غزة يقول بأنه تربطوا بها علاقة ممتازة علاقة طيبة يقول له بما معناه كيف الأمور شو الواضع هناك الضابط قال له نحن ننتقل من أصعب إلى أصعب وهناك خياران إما المغادرة الآن وهو اعتراف لا بأس فيه بأننا تخلينا عن أهداف الحرب لم تتم تصفية السنوار ولم يتم تدمير حماس ولم يتم إعادة المختطفين على رأيه أو أن نحضر بضعة ألوية ونشن حربا خاطفة من النوع الذي شنناه بداية الحرب ولا يوجد خيار ثالث مع أني بعرش لي رايح الخيار الثاني ومو أثبت فشله كيف يروح عليك هم مرة بقول إما اتفاق وإما أن ننسحب الآن أو حرب مثل البداية ولكن حسب الكاتب كل هذا يحدث بينما الشمال يحترق وبيوت البلدات في الشمال تهدم البيت يهدم البيت والآخر والواضح للجميع أنه إذا لم تنتهي الحرب في غزة خلال ثمانية أشهر فلا يوجد أمل أن تنتهي في لبنان خلال ثمانية أشهر إذا اندلعت حرب لبنان الثالثة يقول إذا اندلعت هذه الحرب لن تكون شبيهة بأي شيء آخر عرفنا منذ ست وسبعين عام منذ إقامة إسرائيل ويحدث هذا كله في وقت يتم في اعفاء أو مرت القراءة الأولى من تجنيد معدم تجنيد الحاردين يقول هذا قانون فاسد وأدى إلى تراجع في تحمس جنود الاحتياط يعني بقول جنود الاحتياط اللي كانوا متحمسين أول الحرب الآن يرون المستوى السياسي في نفس الأيام اللي فيها أخبار عن قتلة كلنا حوالي 20 قتيل خلال من لما طلعوا الأربعة 11 قتيل خلال يومين خلال يوم حتى بقول يرون بأنه يتم اعفاء الحاردين هذا يخفف من تحمسهم لأي حرب مستقبلية أو مع لبنان أو العودة إلى غد يعني هكذا يرى الوضع ويسألون سؤال منطقي أبنائنا يقتلون لماذا؟ ونتنياهو لا إسه بعضهم السائل ماذا عن اليوم التالي؟ بشي مجاوب على السؤال ترجمة نانسي قنقر